موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه النشرة الاخبارية من قناة عدن الفضائية استهلوا النشرة بابرز العنوين رئيس الجمهورية يبطل على تطورات الأوضاع العسكرية في جبهة علب بمحافظة صادة موسيقى رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية توحد الصف ومكافحة الظواهر الداخيلة ومحاربة التطرف والإرهاب موسيقى قوات الجيش الوطني تتجاوز أبواب الحديد وتقترب من مركز مدرية باقم بصعدة موسيقى إلى تفاصيل أهلا بكم مجددا صدر القرار الجمهوري لقم 53 لسنة 2018 قضت المادة الأولى منه بشأن إنشاء جامعة المهرة للعلوم والتكنولوجيا قضت المادة الثانية من القرار أن تتمتع الجامعة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري في حدود القوانين واللوائح والأنظمة النافذة كما نصت المادة الثالثة من القرار على أن يكون المقر الرئيس للجامعة مدينة الغيظة ويجوز لها أن تنشئ كليات ومراكز علمية في نطاق الجمهورية وفقا للأسس والإجراءات المقررة وقضت المادة الرابعة من القرار أن تحدد أهداف الجامعة وينظم عملها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة والخاصة بشؤون التعليم وقضت المادة الخامسة والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية كما صدر القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 2018 قضت المادة الأولى منه بتعين التالية أسماؤهم بالمهام المذكورة قرين كل اسم واحد مسلم سالم بن حزحيز زعبانوت وكيلا لمحافظة المهرة لشؤون الصحراء بدر سالم سعيد بخيت كلشات وكيلا لمحافظة المهرة لشؤون الشباب وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 2018 قضت المادة الأولى منه بتعين اللواء أحمد محمد قحطان عضوا في مجلس الشورى وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 2018 قضت المادة الأولى منه بتعين العقيد مفتي سهيل نهيان سالم صمودة مديرا لشرطة محافظة المهرة ويرقى إلى رتبة عميد ونصت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية بعث فخامة الرئيس عبد الربو مصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة لنظيره الفرنسي مانويل ماكرون هنأه فيها بمناسبة الذكرى اليوم الوطني لبلاده وأشاد رئيس الجمهورية في البرقية بالمواقف الإيجابية لجمهورية فرنسا إلى جانب اليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف لا سيما خلال هذه المرحلة الراهنة ودعمها للشرعية الدستورية مثمنا مساعي فرنسا لتحقيق السلام في بلادنا المرتكز على المرجعيات الأساسية المتمثلة في المبادرة الخالجية وألياتها تنفيذية مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات صلة وخاصة القرار رقم 2216 وأشار فخامة الرئيس إلى ما تتمتع به العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين من تطور ونماء متطلعا إلى مزيد من تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه خير ومصرحة البلدين والشعبين الصديقين وعبر رئيس الجمهورية عن أحر التهاني وأطيب التبريكات لفخامته بهذه المناسبة الوطنية متمنيا له موفور الصحة والسعادة والحكومة وشعب جمهورية فرنسا الصديق التطور والزهار في ظل قيادته الرشيدة اطلع وزير الري والزراعة المشرف على جبهة علب عثمان مجلي أطلع فخامة الرئيس عبد الرب مصور هادي رئيس الجمهورية على تطورات الأوضاع العسكرية في جبهة علب بمحافظة الصعدة وأكد مجلي خلال اتصال هاتفي بفخامة الرئيس الجمهورية أن أبطال اللواء 143 في جبهة علب يحققون انتصارات عظيمة وتمكنوا من السيطرة على أكبر ثلاثة جبال شاهقة مطلة على مدرية باقم في محافظة صعدة كما أكد أن معنويات أبطال اللواء عالية ويأخذون معارك بطولية ضد ميليشي الحوث الانقلابية وأن المعارك تسير وفقا للخطط المعدة سلفا وأشهد فخامة الرئيس بالانتصارات الكبيرة التي يسطرها أبطال اللواء في جبهة علب في سبيل قطع رأس الأفعى الإمامية في صعدة والقضايا على الانقلاب والسعادة مؤسسات الدولة وحمل فخامته وزير الزراعة نقل تحياته إلى أبطال اللواء ضباطا وصفا وجنودا مؤكدا أن تضحياتهم لن تذهب سدى وسيتم السعادة الدولة والقضاء على الانقلاب مهما كان الثمن ونوها رئيس الجمهورية بالدعم الكبير لدول التحالف المساند للشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من الإمارات مؤكدا أن أبناء اليمن لن ينسوا هذه المواقف الأخوية الصادقة والشجاعة والتضحيات الكبيرة لاستعادة الدولة من الميليشيا الانقلابية والقضاء على المشروع الفارسي في اليمن والذي يهدد منطقة الجزيرة العربية بأسرها عقد فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا ضم قيادة المنطقة العسكرية الأولى والسلطات التنفيذية والوجهات الاجتماعية بمحافظة حضر موت الوادي والصحراء وفي الاجتماع الذي حضره وكيل محافظة حضر موت لشؤون الوادي والصحراء صامح بريش الكثير والوكيل المساعدة هشام السعيدي وعضو مجلس الشورى رئيس مرجعية قبائل حضر موت الشيخ عبدالله صالح الكثير وقايد المنطقة العسكرية الأولى لواء الركن الصالح طميس وعلي مسلم بن هلابي ويسر محسن العامري مرجعيات قبائل حضر موت عدد من القيادات التنفيذية والعسكرية رحب فخامة الرئيس بالجميع مستعرضا جملة من التطورات والأحداث على الساحة الوطنية والجهود المفذولة لتطبيع الحياة وإرساء الأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار في مختلف المحافظات المحررة بدعم ومساندة من الأشقاء في دول التحارف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة شركاء الهوية والمصير الذين يتواجدون في ميادين الفداء والبناء وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الاستقرار المشهود كثير بعودة عجلة التنمية لتلامس احتياجات المواطن في تذليل سبل معيشته وتوفير متطلباته مؤكدا على أهمية توحيد الصف والجهود ومكافحة الظواهر الداخيلة ومحاربة قوى التطرف والإرهاب التي تمثل الوجه الآخر لأذرع إيران في المنطقة مع الميليشيا الحوثية الإقلابية ولفت فخامته إلى جملة من المشاريع التي نالتها حضر موت بساحلها وواديها خلال الفترة الماضية في كل القطاعات وأهمها تحقيق الاكتفاء في قطاع الكهرباء وعبر الغاز المنتج محليا مؤكدا على أهمية تعزيز خدمات الحياة الأساسية في قطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرقات ووجه رئيس الجمهورية باعتماد مبلغ مليار ريال لاستكمال تنفيذ المشاريع والاحتياجات العاجلة للوادي والصحراء وعبر الجميع عن سعادتهم بهذا اللقاء مع فخامة الرئيس الذي يرون فيه فرصة إضافية لإجاز واقع الوادي والصحراء وما يشهده ويعيشه من اهتمام في ظل رعاية وتوجيهات فخامة الرئيس التي أثمرت العديد من الإنجازات وفي فترة قياسية ليس آخرها إنجاز كهرباء الوادي والصحراء مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الشرعية متمثلة أو مثلة بفخامة الرئيس عبد الربو مصور هادي رئيس الجمهورية حتى تحقيق كافة الاهداف وتطلعات المشهودة من خلال تطبيق مخرجات الحوار الوطني في إنجاز الأقاليم ومنها إقليم وحضر موت ولفتوا إلى أن الوادي والصحراء شهدوا الأمن والاستقرار من خلال إسهام القوات المسلحة مثلة بالمنطقة العسكرية الأولى في حفظ الأمن والاستقرار خلال الفترة الماضية مؤكدين على أن المنطقة العسكرية الأولى تعد الوحيدة التي حافظت على بقاء الدولة من دنسي قوى الشر والانقلاب الحوثية الإيرانية وأذرعها الإرهابية الأخرى مثمنين قرار فخامة الرئيس بإنشاء جامعة الوادي والصحراء وكذلك هيئة مستشفى الوادي وغيرها من المشاريع الواعدة حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي أكد فخامة الرئيس عبدالرب منصور هذه رئيس الجمهورية على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف محافظات الوطن باعتباره من دعائم البناء والسلام والاستقرار لتدفق الاستثمارات والمشاريع الواعدة وأشار رئيس الجمهورية خلال استقباله في العاصمة المؤقتة عدن محافظة المهرة راجح باكوريت لأن الأمن والاستقرار يمثل مفتاح البناء والتنمية في أي زمان ومكان منوها بالحالة الفريدة والمميزة التي تمثلها محافظة المهرة من حيث الأمن والاستقرار والسكينة وخصوصية أبنائها التي انعكست إجابا على استقرار المحافظة والاتجاب صوب البناء والإعمار وشدد فخامة رئيس على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار محافظة المهرة ووضع حد لمن يريد زرع القلاقل والتفرقة والشتات بين أبناء المحافظة تحت يافطات لأهداف غير حميدة مؤكدا دعم المحافظة وقيادتها لترسيخ الأمن والاستقرار وأشهد رئيس الجمهورية بجهود الأشقاء في دول التحارف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وإسناد من دولة الإمارات العربية المتحدة على ما يقدمونه من دعم لمحافظة المهرة بشكل خاص وباقي المحافظات بشكل عام لافتا إلى جملة من المشاريع التي تتبناها المملكة العربية السعودية في محافظة المهرة والتي ستشكل نقلة نوعية إيجابية للمحافظة وأبنائها من جانبه عبر المحافظة باكوريت عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي للوقوف على أوضاع المحافظة وتلمس متطلباتها واحتياجاتها العاجلة وتعزيز وتفعيل الجوانب الأمنية والخدمية واضعا أمام فخامة الرئيس صورة موجزة لأوضاع المحافظة والتصورات الكفيلة بخلق السكينة والاستقرار لترجمة مشاريع البناء والإعمار استقبل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هذه رئيس الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن استقبل القيادات التنفيذية والخدمية والأمنية بمحافظة البيضاء بحضور رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغرة وفي اللقاء الذي ضم محافظة البيضاء ناصر الخضر السوادي ووكلاء المحافظة خالد أحمد عبد الرب العواضي وسنان جرعون وسليمان الحميقاني وأحمد العسل رحب فخامة الرئيس رحب بالجميع وضعا أمامهم صورة موجزة لمجملية تطورات على الساحة الوطنية وتطرق فخامته إلى جهود الدولة في تطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات والاحتياجات الممكنة لتجاوز تداعيات معاناة الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوث الانقلابية الإيرانية التي طالت كافة شرائح المجتمع المختلفة وأشار رئيس الجمهورية إلى المواقف المشرفة لأبناء محافظة البيضاء في نصرة الدولة والجمهورية ومواجهة الإمامة والكهنوت وقدمت في سبيل ذلك تضحيات جسيمة مشددا على أهمية توحيد الصفوف وتعزيز الجبهات لاستكمال تحرير محافظة البيضاء لتنعم بالأمن والاستقرار والسكينة وقال فخامة الرئيس سنقدم الدعم للبيضاء بكافة أشكاله المادية والمعنوية وبإسناد من الأشقاء في دول التحارف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة ومعاملة شهداء وجرح البيضاء وفقا للتوجهات السارية للحكومة في هذا الإطار أسوة بشهداء وجرح جبهات المحافظات التي تقع في إطار الشرعية وتواجه ملشة لانقلاب الحوثية الإيرانية وأكد رئيس الجمهورية على أهمية العفو والصفح عن المغرر بهم لأسباب كثيرة ومتعددة وعدم ولائهم للمشروع الحوثي الكهنوتي والترحيب بهم والسعابهم من منطلق العفو عند المقدرة من جانبه عبر محافظ البيضاء والوكلاء والقيادات التنفيذية والأمنية عن سرورهم بهذا اللقاء الذي وضع العديد من النقاط على الحروف ولامس تطلعات واحتياجات المحافظة على صعيد تعزيز جبهتها الداخلية لاستكمال تحقيق الانتصارات المتوالية التي تحققت في عدد من المناطق بفضل توجيهات فخامة الرئيس بدعم وتفعيل لجبهات البيضاء بإسناد من الأشقاء في دول التحارف العربي مثمنين دعمهم وتوجيهات فخامة الرئيس لمحافظة البيضاء في مختلف المجالات والاهتمام بمقاومتها وشهدائها وجرحاها هذا ووجه فخامة الرئيس باعتماد مبلغ مليار ريال لمحافظة البيضاء لمواجهة الاحتياجات والالتزامات العاجلة حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي عقد مجلس الوزراء في مبنى الأمان العام في العاصمة الموقعة عدن اجتماعه الدوري برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد عبيد بن دغرة ووقف المجلس على نتائج التوجيهات الحكيمة التي أصدرها فخامة الرئيس عبدالرب منصور هادي ورئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية لتنفيذ العديد من القرارات المهمة المرتبطة بشؤون الاقتصادية والخدمية في المحافظات وثمن المجلس أهمية توجيهات فخامة الرئيس التي أثمرت بشكل مباشر وملحوظ في تفعيل العديد من المشاريع الخدمية في قطاع الكهرباء وإيجاد حلول جذرية وناجعة لحل مشكلة الانقطاعات من خلال جملة من المشاريع الآنية والاستراتيجية بالإضافة إلى متابعته الحريصة لمختلف القطاعات الحيوية والعامة وتعزيز قدراتها في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي وكذا القضايا المتعلقة بعمل قطاع التربية والتعليم واحتياجات المدارس التي هي بحاجة لاستكمال ترميمها وتجهيزها وناقش المجلس التقرير المقدم من وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي حول إلزام جميع المحافظات بتوريد جميع الإرادات لحسابات الحكومة العام لدى البنك المركزي في عدن وفروعه في كافة المحافظات والعمل على مساعدة الجهات الإرادية ومنها الجمارك والضرائب على رفع وطيرة التحصيل وتحصين الإرادات ومنها مراجعة طواقم العمل الملتحقة مؤخرا التي أثبت عدم صلاحيتها وتدريب من أثبت حسن أدائه واطلع المجلس على الإحاطة التي استعرضتها وزيرة الشؤون القانونية الدكتورة نهال العولقي حول تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على التسوية مع شراكة الصينية مجموعة بكين للإنشاءات الحضرية حول النزاع المتعلقة بمطار صنعة وتقرير عن تنفيذ قرار المحكمة بشأن اتفاقية التسوية مع شركة نيكسن الكندية حول تعويضات القطاع النفطي الإنتاجي رقم 51 في منطقة المسيلة بحضر موت بالإضافة إلى تقرير موجز عن قرار محكمة التحكيم الدائمة بشأن تحديد هوية الممثل القانوني للحكومة اليمنية في القضية التحكيمية المرفوعة من شركة الهاتف النقال سبأفون ضد وزارة الاتصالات الجمهورية اليمنية وفقا لقواعد الأنسترال واستمع المجلس إلى إحاطة وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله الأكوى حول التعاون الثنائي بين بلادنا والمملكة العربية السعودية في مجال الكهرباء والبحث حول إمكانية الحصول على دعم وتعزيز الكهرباء والطاقة المتجددة مناقشة آليات تحقيق الفرص الاستثمارية بما يسهم في تطور قطاع الكهرباء في مختلف محافظات الجمهورية كما استعرض على أكوى مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين حكومة بلادنا وحكومة جمهورية تركيا التي صادقت عليها بعد تفاهمات وخطابات سابقة وقدم وزير التخطيط التعاون الدولي الدكتور محمد السعدي قدم تقريرا عن مشاركة بلادنا في اجتماع الدورة الوزارية الثلاثين للأسكوى في العاصمة اللبنانية بيروت متطارقا إلى مداخلة اليمن في الدورة الوزارية حيث استعرضت تجربة اليمن في التخطيط والتنمية وأبرز محطات التحول من الناحية الاقتصادية والسياسية ووقف المجلس على نتائج اجتماع الدورة الثانية لمجلس الوزراء العرب المعني بشؤون الإرصاد الجوية والمناخ التي عقدت في مقر الأمان العامة بجامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية الذي استعرضها وزير النقل الصالح الجبواني والذي أشار في مداخلته على أهمية تطوير قطاع الإرصاد لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجهها الدول العربية في ظل الحاجة الملحة التي تمر بها المنطقة واعتماد الاستراتيجية المتكاملة لخدمات الإرصاد الجوية العربية ومخططاتها التنفيذية وصلها رئيس مجلس الوزراء دكتور رحمد عبيد بن دغر إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة يلتقي خلالها بعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة ضمن الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي ينشده شعبنا اليمني المبني على المرجعيات الثلاثة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطن الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 22-16 وقال رئيس الوزرافي تصريحا خاص لوكالة الأنباء اليمنية سبأ لقد تشرفت به تكليف من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية للإشراف على مناقشة الأفكار المتعلقة بعملية السلام عامة والحديدة بشكل خاص الذي قدمها المبعوث الأممي مارتين جريفث خلال زيارته إلى العاصمة المواقة عدن ولقائه بفخامة رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن الانسحاب وتسليم السلاح وعودة الشرعية هي الطريق الأمثل للوصول إلى سلام عادل وشامل في اليمن وأضاف دكتور بن دغر لقد أصبح اليمنيون اليوم أكثر تماسكا ووحدة خلف الشرعية مثلة بفخامة رئيس الجمهورية وتفقد وتفقد الميليشيا الحوثية الإنقلابية كل يوم عناصر وجودها وبقائها رغم سعيها لإطالة أمد الحرب وكان في وداع رئيس الوزراء لدى مغادرته مطار عدن الدولي الأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور والأمين العام المساعد لرئاسة الجمهورية ياسر الشقي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية يرافق رئيس الوزراء في هذه الزيارة مستشارى رئيس الجمهورية اللواء صالح عبيد أحمد ودكتور محمد العامري ووزراء الكهرباء المهندس عبدالله الأكوع والإدارة المحلية عبدالرقيب فتح وشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال أكد رئيس منجلس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر أكد أن محافظة المهرة ستظل أموذجا متفردا في تجسيد الأمن والاستقرار وهي محط اهتمام خاص من قبل القيادة السياسية لما تتميز به من أهمية استراتيجية وتنموية كبيرة وشدد رئيس الوزراء خلال لقائه في قصر المعاشق بالعاصمة المؤقتة عدن محافظة المهرة راجف أكوريت على ضرورة وحدة الصف والتركيز على بدل الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات في الجوانب الخدمية والأمنية التي تتميز بها المحافظة والحفاظ على تماسك المجتمع المهري وتجاوز كل التحديات التي تواجه ونبذ كل دعوات التشتت والخلاف كما ناقشها رئيس الوزراء مع محافظة المهرة عددا من القضايا المتصلة بملف الخدمات الأساسية وجهود السلطة المحلية في العاصمة لتطبيع الحياة في مختلف الجوانب والأدوار الكبيرة التي تبدلها الأجهزة الأمنية في استثباب الأمن والاستقرار في كل مدريات المحافظة من جانبه عبر باكوريت عن سعادته باللقاء مع دولة رئيس الوزراء مثمنا حرص القيادة السياسية مثلة بفخامة الرئيس عبد الربو مصور هدي رئيس الجمهورية على أمن واستقرار المحافظة وتوجهاته الحكيمة الداعيات إلى تنفيذ كل ما يعزز سكينة والاستقرار والأمن والأمان في كل أرجاء المحافظة مؤكدا موقف وثبات أبناء المهرة خلف المشروع الوطني الكبير الذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني أشهد سفير بلادنا لدى رباط عز الدين الأصبح بموقف المملكة المغربية الشقيقة ملكا وحكومة تجاه الشعب اليمني وثبات ورسوخ خطواتها في دعم الشرعية من أجل استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث واستعرض السفير الأصبحي خلال لقائه وزير العدل المغرب محمد أوجار استعرض تطورات الأوضاع على ساحة اليمنية من مختلف جوانبها السياسية والإنسانية وخاصة التطورات في محافظة الحديدة وأهمية تأمينة ساحة الغربي وما تمثله محافظة وميناء الحديدة من أهمية في مسار يعادة الأمن والاستقرار للملاحة الإقليمية والدولية وتأمين الممر الأساسي لليمن تجاه المساعدات الإنسانية والتبادل التجاري من جهته أكد وزير العدل المغربي استمرار ثبات موقف المغرب الداعم للشرعية في اليمن والداعم للاستقرار والسعادة المؤسسات الشرعية مثمنا دور السفير الأصبحي في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وأبدى الوزير المغربي سعداده لدعم وتاهيل الكوادر القضائية اليمنية التقى سفير بلادنا لدى جمهورية كوبا محمد صالح ناشر التقى المدير العام لشؤون الثنائية بوزارة العلاقات الخارجية الكوبي إيميلو لوزادا واستعرض السفير ناشر خلال اللقاء تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية وما تسببت به الميليشيا الحوثية الانقلابية من أوضاع مأساوية وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين وتدمير الممنهج للبنى التحتية مشيرا إلى أن تحرير ميناء ومدينة الحديدة من أيدي الحوثيين هي الخطوة الأساسية في استعادة مؤسسات الدولة اليمنية ويعادت أهم موارد اليمن الاقتصادية إلى نصابها الحقيقي في صالح الشعب اليمني من جهته أكد المدير العام لوزارة الخارجية الكوبية أكد دعم بلاده للحكومة الشرعية في بلادنا والعمل على الدفع بالعلاقات الثنائية إلى سابق عهدها مؤكدا موقف كوبا الراسخ والدائم مع أصدقائه اليمنيين من أجل استعادة الاستقرار والأمن وإحلال السلام علنت السفارة اليمنية في أنقرة عن تلقيها خطاب من وزارة الخارجية التركية بتاريخ 12 يوليو 2018 بشأن الموافقة على تمديد إقامة اليمنين في تركيا استنادا إلى رسالة مديرية العامة للجوازات وجاء في بلاغ انتلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ من السفارة أن الجهود التي بدلتها السفارة مع الجهات المختصة التركية أسفرت عن الموافقة على التمديد لليمنيين المقيمين في تركيا دون مغادرة الأراضي التركية ودعت السفارة اليمنين الذين دخلوا الأراضي التركية بشكل رسمي ولم يتسنى لهم المراجعة في الفترة القانونية اللازمة الحصول على الإقامة لأول مرة أو تمديد إقامتهم وأوضحت أن السفارة ستقوم بالتعاون مع الجالية اليمنية في تركيا بتعين شخص جيد اللغة التركية في تلك المدن التي يتواجد فيها المواطنون اليمنيون بغرض التنسيق مع إدارة الهجرة في تلك المدن حققت قوات الجيش الوطني في جبهة علب شمال محافظة صعدة تقدما ميدانيا كبيرا يتجاوز منطقة بواب الحديد من الغرب في اتجاه مركز مدرية باقم وأكد قائد اللواء 63 مشاهق قائد محور علب العميد ياسر مجلي أن قوات اللواء بإسناد من قوات التحالف العربي سيطرت على مساحات واسعة وباتت على مشارف أهل الزماح وأضاف أن المعارك أسفرت عن مقتل أحد أبرز قيادة المتمردين مع مرافقي وجرح العشرات فيما لاذ البقية بالفرار لافتا إلى أنهم تمكنوا من استعادة كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة أهمها قاذفات أر بي جي وأسلحة كلاشنكوف ومعدلات آي كي وصفائح ذخائر متنوعة أحبطت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية محاولة التسلل لعناصر ميليشيا الحوث الإنقلابية شرق مدينة تحيتا وقال مصدر ميداني في ألوية العمالقة إن قوات منها أحبطت محاولة الميليشيا التسلل من الأطراف الشرقية لمدينة تحيتا من اتجاه مدرية زبيد واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات ألوية العمالقة وعناصر الميليشيا الإنقلابية أسرت عن مقتل وإصابة العشرات من الميليشيا الحوثية وتواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي محاصرة الميليشيا الحوثية في مزارع أسويق والمغرس والفازة بعد أن دفعت بتعزيزات كبيرة وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية استادفت مواقع تجمعات للميليشيا الحوثية الإنقلابية في مدرية الزبيد مخلفة أعداد كبيرة من القتل والجرحة في صفوفهم علاوة على تدمير أسلحة ومعدات قتلية فككت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شبكة الغام وعبوات شديدة الانفجار في مقدمة جبل القحوص ونجد الكريب تم وضعها بدقة عالية حتى تورى بصورة مموهة كأنها غنائم ومجرد لمسها تأخذ في الانفجار وأعمال ميليشيا الحوثية هذه يجني مأساة المواطن الذي يدفع ثمن هذه العمليات الإجرامية التي جلبت الموتى والدمار إلى كل بيت إلى ذلك حذرت قيادة جبهة حيفان المواطنين بعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة في المرتفعات أو المواقع التي حررت في الجهة الشرقية للجبهة تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودة بغطاء جوي من طيران التحالف العربي من تحرير جبال الربع الاستراتيجي بمدرية برط التابعة لمحافظة الجوف وأكدت مصادر متعددة فرار العشرات من مجاميع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال الأيام الماضية صوب صنعاء وقالت المصادر إن العشرات من ميليشيا الحوثي الذين كانوا يقاتلون في جبهة الجوف فروا من الجبهة وانسحبوا موضحة أن الميليشيا أصدرت تعميما أمنيا لكافة نقاطها ومراكزها الأمنية بيتتبع الفارين وإلقاء القبض عليهم وأكد المصدر أن مقاتلية الميليشيا الحوثية في مختلف الجبهات يفرون منها ويعودون إلى قراءهم بالتزامن مع عزوف كلي لانضمام أي مجامعة جديدة اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخا بلسيا أطلقت ميليشيا الحوثي الإنقلابية من مدينة صعدة باتجاه أراضي المملكة وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيدة ركن الترك المالكي إن الصاروخ الذي أطلقت الميليشيا الحوثية كان باتجاه مدينة نجران وأطلق بطريقة متعمدة عفوا لاستهداف المناطق المدنية والأهلة بالسكان وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات وأضاف المالكي في بيانة نشرته وكالة الأنباء السعودية واس أضاف أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدي واضح وصريح للقرار الأممي رقم 22-16 والقرار رقم 22-31 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي مسيرة حاشدة بمحافظة تعز تجدد العهد للشرعية الدستورية وتطالب بالمضي نحو الدولة الاتحادية واستكمال تحرير مدينة تعز من ميليشيا الحوثي الإيرانية التفاصيل في سياق التقرير التالي في مسيرة حاشدة لأبناء تعز يقددون العهد والوعد فيها لشرعية رئيسة الجمهورية عبد الرب منصور هادي وباني الاتحادية الذي رفض الإنقلاب وضحها من أجل سيادة القانون نحن الآن في أحلى أيام في أحلى أيام الدموقراطية الحرية من أجل دعم الدموقراطية من أجل دعم عبد الرب منصور هادي من أجل تحرير تعز نحن الآن نقوله بكل صراحة نحن نقوله عبد الرب من يقوله شبالك وغلطان نحن عبد الرب منصور هادي تحيماً يمن قائد اليمني إن شاء الله بمسيرة قادمة الكل يقول نعم لعبد الرب نعم لقائد الدورة نعم لتخير المطالب نعم لتحرير تعز حشود من نساء ورجال يهتفون بصوت واحد نحن معك يا رئيسنا في توحيد الصف وصد الإنقلاب مطالبين التحالف بسرعة تحرير تعز ونين اليمن كرامتها والسير نحو الدولة للتحادية المنشودة جموع ابناء تعز يطالبون بالتحرير بقيادة رئيس القمورة عبد الرب منصور هادي نعايم خالد من قناة عدم فضايا تعز دشنا بتعز المعرض الفني الفوتوغرافي الأول بمناسبة اليوم العالمي للشباب نظمه مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة التفاصيل في سياق التقرير التالي في اليوم العالمي للشباب تشنا وكيلة محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي والوكيل محمد عبد العزيز الصنوي ومدير عام مكتب الشباب والرياضة أيمن المخلافي معرضا جمع بين الإبداع والفن والأدب والذي ينظمه مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة اليوم طبعا الخميس الثاني عشر من يوليو يوم اليوم العالمي لمهارة الشباب وبالمناسبة نحن اليوم قمنا بزيارة لما أن تقول أن الشباب في هذه المناسبة بالنسبة لطلاب قامعات تعز طلاب قامعات تعز قد أبرزوا وأظهروا عمل فني كبير نال إعقابنا وأستحساننا ونال أيضا إعقاب الحضور بشكل عام وفي المناسبة نحن أحيي شبابنا الذين قدموا لنا هذه الأعمال وأحيي أيضا كل رئاسة القامعة وأعمدة القامعة وأعمدة الكليات الذين أيضا أتاحوا المقال لشبابنا لأن يقدموا هذا الإبداع ويقدموا مهارتهم التي شاهدناها ولمسناها اليوم وشكرا جزيلا إبداعات الشباب لا ولن تتوقف على حد واحد خلال الحرب والحصار التي تعانيه تعز إنما شباب تعز من بين ركام الألم يتدفق الأمل يوم ندشم فعاليات اليوم العالمي لمهارات الشباب برعاية كريمة من وزير الشباب والرياضة الأستاذ نيفا البكري ومحافظة تعز الدكتور أمين أحمد نحمود ندشمها في معرض للمهارات والفنون التشكيلية والابتكارات لدى الشباب محافظة تعز إن شاء الله سيكون هذا البرنامج الأول ليه برامج أخرى احتفاءا بهذه المناسبة العالمية رغم أنه محافظة تعز من حصار وحرب إلا أنها لا تقف كل هذه عوايا قمام الشباب لكن الشباب يصرون أن يظهرون إبداعاتهم ومهاراتهم للعالم أجمع روح الشباب الطواقة إلى العمل والبناء هؤلاء أبناء تعز نعم خالد قناة عدن الفضايا تعز دشنا بمدينة سيكون محافظة حضر موت برنامج الدبلوم المهني في الإعلام الإعلامي وادي حضر موت الذي تنفذه كلية التعليم المفتوح بجامعة حضر موت بإشراف اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة وبتمويل من مؤسسة العاون للتنمية واستهدف البرنامج تدريب وتاهيل أربعين مشاركا من الإعلاميين في المرافق والمكاتب الحكومية والخاصة ذات العلاقة وتزويدهم بالمهارات والمعارف المهنية المتطلبة للعمل الإعلامي والصحفي في مختلف الوسائل الإعلامية المختلفة وفي حفل التدشين أشار مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضر موت عبدالله باجهام أشار إلى أن حضر موت تميزت عن بقية المحافظات بإقامة مثل هذه البرامج المهمة للتطوير مهارات الإعلاميين وتنمية قدراتهم وإبداعاتهم بدوره أوضح نائب رئيس الجامعة حضر موت للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله صالح بابعير إلى أن البرنامج سيسهم في تنمية مهارات الإعلاميين في اللغة العربية ومهارات الصحافة والإعلام لإصال رسالتهم على أكمل وجه نفذ صندوق النظافة والتحسين بعد حملة نظافة واسعة بمدريات الشيخ عثمان والمنصورة والبريقة وشارك فيه نحو عشر آليات إلى جانب آليات الصندوق باستداف أطراف منطقة بئر أحمد بمدرية البريقة وبئر فضل بالمنصورة إضافة إلى منطقة الممدارة بالشيخ عثمان وخلال تفقد حملات النظافة حثى المدير التنفيذي للصندوق النظافة قائد راشد حثى العمال إلى رفع وتيرة العمل لما من شأنه حرص الصندوق على التخفيف والتخلص من القمامة في الأحياء والشوارع العامة وقال إن حملات رفع القمامة والمخلفات التي نفذها الصندوق إلى جانب الأعمال اليومية تأتي في طار توجيهات دولة رئيس الوزراء بتكثيف الجهود لرفع مخلفات العاصمة المؤقتة عدن التي تستقبل كل نازحين من مختلف المحافظات اليمنية داعيا المواطنين وأصحاب المحلات التجارية والورش وأعمال البناء إلى التعاون مع عمال النظافة بوضع المخلفات بأماكنها المحددة نهاية كل أسبوع تقصد معظم الأسر من سكان مدينة عدن الخروج إلى المتنفسات والشواطئ لقضاء إجازة نهاية الأسبوع في ظل ما تشهده معظم هذه المتنفسات من عودة تدرجية لنشاطها في استقبال الزائرين وتوفير الأجواء الملائمة لهم تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي ما إن تحل إجازة الأسبوع حتى تتوافد معظم الأسر من سكان مدينة عدن إلى المتنفسات والشواطئ التي تتميز بها رغم الدمار الذي حل بمعظم البناء التحتية للمواقع السياحية إلا أن السواحل الممتدة على طول المحافظة كانت هي الملجأ الوحيد للأسر التي تفترش الأرض لتستمتع بها دير الأمواج فرحة الناس بعودة افتتاح بعض المنتجات السياحية وما تمتلكه من خدمات عامة جعلها قبلة لعشرات الأسر والعائلات لقضى إجازة الأسبوع الله لقواها جميلة والصورة أكبر تعبير زي ما يقولوا الناس تعبت من أوضاع الحرب وضغط كبير وشكل على المواطنين فالناس تشيء تفراح تشيء تتمشى تشيء تضحك يعني تقريبا أنا من بعد الحرب هذه أول يوم أخرك فيه مع أسرتي مع القيران مع الأصدقاء أحنا خرجنا هنا لإحساسنا بالأمن والاستقرار في مدينة عدن الناس محتاجة في هذه الأيام إلى تشجيع هذه الأماكن ملينا حروب كمان وجود الأخ الرئيس الجمهورية خفضه الله يعني أعطانا نوع من الاستقرار لأنه موجود بيننا الناس فرحانة في هذه المناطق في منتجع خليج الفيل بجل دمور الذي افتتح مؤخرا بإشراف السلطة المحلية بمديرية التواهي تتزاحم فيها الأسر القادمة من مختلف مديريات المحافظة للتعبير عن فرحتهم بعودة النشاط السياحي الذي طالما تميزت بهذه المدينة من أجمل الأشياء التي محتاجها عدن وانت ترى أمامك الناس والفرحة والبهقة الآن عدن بحقل هذه المشاريع الآن يشعروا الناس ويشعروا العالم أننا في آمن وأمان وأنه عدن بحقل هذه المرات شوفوا الناس شوفوا الفرحة شوفوا الابتسامة عدن بحقل هذه المشاريع رسائل مختلفة أطلقها سكان هذه المدينة تنوعت بين دعوة موجهة لرجال الأعمال تحثهم على الاستثمار في هذه المدينة التي نفض أبناؤها غبار الحرب بالنسبة للمستثمرين لازم المستثمر لما يستثمر راس مالو في البلاد هذه أول شيء يسألها الوضع الأمني وحاليا الوضع الأمني أفضل كثير عما كنا فيه قبل سنتين في ناس عندها قدرة مالية بدل ما تسخرها في حاجات أخرى في حاجات سياسية في مماحكات تركز على القانب السياحي وعلى القانب اللي يساعد الناس ويرفع المعاناة ما قدروا يرفعوها عن طريق الحرب يرفعوها عن طريق ترفيه الناس تزاحم مئات الأسر بافتراش هذا الساحل الذي أبصر النور بعد توقف دام ثلاث سنوات ليعود اليوم بحلة جديدة تتنوع فيها وسائل الترفيه للأقفال وذويهم والأمل يحدوهم بعودة كل المتنفسات التي ما زالت تنتظر إعادة الروح إليها لقناة عدن الفضائية وضع شليلي عدن ستعود هذه المشاريع وهذه المتنفسات إن شاء الله بشكل أكبر إلى عدن وإلى كل المحافظات اليمنية إن شاء الله نهاية النشرة والآن أعود للتذكير بأبرز العنوي رئيس الجمهورية يبطل على تطورات الأوضاع العسكرية في جبهة علب بمحافظة صادة رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية توحد الصف ومكافحة الظواهر الدخيلة ومحاربة التطرف والإرهاب قوات الجيش الوطني تتجاوز أبواب الحديد وتقترب من مركز مدرية باقم بصادة في ختاب هذه النشرة ومشاهدنا شكرا لطيبي متابعتكم للقابة حول الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر